تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة وبركاته أعزائي المستمعين وأسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج مستمعين نفتح حفاق التواصل معكم لاستقبال أرائكم ولاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام أهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية التي نتمنى إن شاء الله أن نصل بها وإياكم إلى نمط الحياة الصحي الذي سوف يقينا بإذن الله من العديد من الأمراض نرحب بفريق العمل معنا في التنسيق أحمد سلامة صبح كلا بالخير يا أحمد ومعنا في الإعداد حسن البلاونة وفي الأخراج المبدع الخطير الجميل الونيس أي من سرحيل صبح كلا بالخير وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي عمومة قبل أن ندخل في دراستنا اليوم دعونا نذكركم بأرقام التواصل معنا وبتخبركم عن الدكتورة لدى الملة ليش تضحكين لا أفكر كيف بتقدمني اليوم بعد غياب فترة طويلة حسنش يمجهز أنت متحمس أرقام التواصل حافظتنهم كل يوم أسمى حقا في عمري 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستجرام كل يوم أنا أسمى حق نفسي الأرقام أنت تعرفين في دفتر نوتبوك مالت أنت ناستن هنا في الإذاعة صار لتش شهر والله أي لون؟ يعتمد على اللون عشان حد الأهم العام زايد وأدور عنه خلاص مناخذة إن شاء الله عموما مناخذ الفقرة التغذوية أحمد جاهزة معنا أم لا؟ جاهزة؟ طيب معنا لخة رولا أبو غزالة خصائية التغذية في هيئة الصحة في دبي بتكلمنا عن تغذية مرض السكتات الدماغية صبح جل الله بالخير يا رولا صباح النور والسرور أهليكم إن شاء الله أهلين دكتوري مدى أهلين أهلين حق تفضلي الحين بنتكلم عن مرض السكتات الدماغية وبعدين شوت الوقاية يعني التغذية إحنا كمان بنتكلم عن الوقاية مرض السكتات الدماغية طبعا هي بتحصل السكتة الدماغية لما بتوقف تدفق الدم إلى الدماغ نتيجة إلى مثلا انتداد بالشرين أو نزيف مو نعم الأعراض بتكون تعوبة بالنطق شلل بالوجه خلل في الرؤية عدم التوازن فإحنا المرضى في المستشفى حسب الأعراض يعني مثلا إذا فيه مثلا شلل في الوجه وضعف وهاي فإحنا بنعطيه تغذية عام مهروض إذا فيه تعوبة أو عدم ما بيقدر المريض يبلعها لازم تغذية بالأنابيب الوريدية نعم بعدين لازم التعام طبعا يكون قليل الملح وقليل الجهون الحين أنا بحب أتكلم كمان عن الوقاية مستكتات الدماغية لازم نعرف مين المرضى اللي هم معرضين أكتر أو الأشخاص المعرضين أكتر بالإصابة للمستكتات الدماغية هو أي شخص مثلا فوق الخمسة وخمسين سنة أي شخص عنده ضغط دم يدخن تدخين كمان عامل المساعد السمنة أو ضيابة الوزن إذا الشخص عنده سكري كوليستيرول هاي كلها ممكن برضو النساء يعني بعض النساء اللي بتناولوا هرمونات منع الحمل كل هدول ممكن أن يكونوا معرضين بالنسبة للتغذية الوقاية أول شيء المحافظة على ضغط دم سليم بالابتعاد عن الأطعمة المملحة بعدين الحفاظ على وزم مثالي يعني التغذية السليمة الصحية الابتعاد عن كل الأطعمة المقلية خصوصا الدهون المشبعة والمهدرجة نعم فالمثلا الابتعاد عن السمنة الزبدة اللحوم الحمراء يعني ما نكون منها كثير الحليب كامل اللي بدأت من مشتقات الزبدة وزيت المخيل زيت جوز الهم المارجرين الحلويات مثلا قصوصا المقلية اللي هي الدونات القيمات كل هاي الأشياء نحاول إنها نبتعد عنها نعم بالنسبة للسكري برضو نفس الشي كله يعني بنجعل تغذية سليمة واتباع مثلا احنا أسهل طريقة هي الصباق الصحي دائما أنا بحب يعني أربح على اتباع الصباق الصحي اللي هو نصف الطبق اللي يكون نملأوا بالخضار اللي هي المطبوخة والسلطة ربع تكون ربع النصف الثاني ربع يكون اللي هو البروتين قليل الدسم مثل سمات الدجاج نعم البقوليات والربع الأخير اللي هو النشويات المركبة مثل الرز البني الخبز البني وغيره وتشوفي أهم شغلة في الوصفة هذي كلها اللي أنت ذكرتها عارلة ألوى أهم وصفة أن الواحد يأخذ له وحدة تعرف تسوي هذه الأشياء شاكري لك شكرا لك شكرا لك يا رولا رولا أبو غزالة خصائف تتغذي فيها تصحابي دبي نحن شكرا لك شكرا على الاستداثة شكرا جزيلا مع السلامة عندنا بمصبح أيمن بمصبح صبح كالله بالخير صبح كالله بالنور والسرور والفرح يا أخوي يا محمود هلا بالحبيب هيا الله بهاي طل هاي كم تسوى والله يا أخوي محمود أنا أوجه تحية لإخواننا لجميع المستمعين والعاملين فهي تصح وكلكم بدون استثناء الله يطول عمرك أنا والله بس بتعت الاستقرام وشفت هاي قلت الله الدكتورة ندى ما شكرا الله عليك ربي يحفظك ويسعد جميعا إن شاء الله بدون استثناء الله يطول عمرك شكرا بمصبح شكرا رسالتك الإيجابية الله يبارك بكم لأن أبو سيف يقولي شيء عندك عن الصحة نحن الصحة منه وفينا أنتما نبد عنكم الله يطول عمرك كنا في هالميدان كنا نتكمل بعض الله يطول عمرك صحيح شكرا لك الله يبارك بكم مستمعونا لأن الكلمات تنبع من القلب توصل لقلوب أخواننا أكيد أكيد بمصبح شكرا لك رسالتك الإيجابية وإزاكم الله على القوة وإزاكم الله خير على معلوماتكم الطيب والهاد فالله يبارك بكم شكرا يعطيك العافية شكرا هارك سعيد شكرا طيب دراسة اللي تقول قال باحثون أكاديميون من جامعة كاليفورنيا إن لاصقا صغيرا لا يتعدى حجمه لاصق الجروح العادي ربما يتمكن في المستقبل من أداء مهام طبية يحتاجها الأطباء لغياس ارتفاع ضغط الدم بصورة متواصلة لدى المصابين بأمراض خطيرة في بحث نشرته مجلة ناتشر بيوميديكل انجينيرينج الأكاديمي شو رأت وانا قرأها بالعربي ها أفاد الباحثون بأن الأسلوب الجديد لأنه سبحان المصطلحات اللي تنكتب بإنجليزي عربي يعني واحد صعب أنه يقولها صح عموما أفاد الباحثون بأن الأسلوب الجديد قادر على قياس ضغط الدم المتدفق في الشرايين المنتشرة في مناطق استراتيجية في جسم الإنسان شو هالمناطق استراتيجية في جسم الإنسان وين يعني أتوقع محمود مثلا في الريل وين تحتث الجلطات عند الدماغ عند ماكن القلب هو كل جسم استراتيجي طبعا طيب اللاصق مصنوع من شريط من مطاط السيليكون الرقيق ومزود بشبكة بقع إلكترونية وأقطاب هتعرفين من شو من الكوت نا من البراوني وما قام الصوت يطلع من يا براونيز ما نعرف والله الله يسترع عليه زين وأقطاب كهربائية أقطاب كهربائية وأدوات قصيرة إذا اللاصق مصنوع من شريط من مطاط السيليكون الرقيق مزود بشبكة بقع بشبكة بقع إلكترونية وأقطاب كهربائية وأدوات صغيرة تعرف بالمحولات كهربائية التي تنتج أو تنتج موجات فوق صوتية عند مرور الكهرباء من خلالها للموجات الصوتية قدرة على اختراق الجسم وتسجيل قراءة قياس ضغط الدم بعمق أربع سنتيمترات تحت البشرة الباحثون كشفوا أن اللاصق يمكن أن يستخدم في المستقبل في اكتشافات المبكرة لمشكلات القلب الأوعية الدموية بدقة عالية نزيل ويمكن أيضا لللاصق الجديد قياس ارتفاع ضغط الدم لمرضى القلب والجهاز التنفسي نزيل هما ليش الحين هو السؤال ليش الناس ترى محمود بالعادة لو قلت لعندك سكري يخاف لو قلت لعندك ضغطك عالي يقول عادي الناس ما تفهم أهمية وخطورة ارتفاع الضغط عشان تي اخترعوا هذه الأشياء بالعادة كل حد تلاقي عنده جهاز ضغط فحص السكر في البيت ويقولك أفحص ثلاث مرات قبل الريوقها جهاز ضغط الدم ما أحد بالعادة عنده يقولك يعني شو الفائدة يعني أنا بحس بيرتفاع عندي ضغط الدم للأسف ضغط الدم اعتبر من أحد القواتل القاتل الصامت لأنه أنت ما تحس بأعراضها فيه ناس يقولك يهيني تلميل فيه ناس يقولك لا بحس بستارة سودة هذه كلها أعراض أحيانا تحدث وكثير من الأحيان ما تحدث ارتفاع ضغط الدم خطير جدا هو المسؤول عن صابة بالجلطات وسكات الدماغية وأمراض القلب وغيرها بالإضافة إنه فيه ناس اللي عندهم أدوية لضغط الدم ما يأخذوا بشكل مستمر يقولك ليش والله أنا عافل لأن الضغطي عالي أخذها ومضغطي مو عالي ما رح أخذه هذا الارتفاع والانخفاض في ضغط الدم خطير أكثر من الضغط الدم المرتفع فهذه الدراسة الشي تقول رح يكون قياس ضغط الدم أسهل وتوقع رح يكون بوتيرة مستمرة عند الناس باستخدام هذه اللاصقة المثل بيكون نصقات الجروح توقع تنحط وتقيس لكم ضغط الدم بصورة مستمرة لأن هذا هو الهدف الحين عشان نقيم الإصابة بالسكتات الدماغية وما يتبعها من علاج وتأثير حيات المريض أكشف مبكرا عشان أمنع الإصابة الجلطات شكرا لك دكتورة أنا ويدين يسلمون عليك ويقول من زمان ما شفنات يعني إن شاء الله بتكون معنا حلقتين في الأسبوع يعني إن شاء الله يقول أنا ييني ضغط الدم من اللي وياي في الدوام أنا شو أقول عيل أنا شو أقول عيل ناخذ فاصل بعد الفاصل واتواصل ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامتكم برنامج صحة وسعد أرقام التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على النور دبي على الإنستجرام ضمن جهودها المستمرة للتحول الذكي في خدماتها المختلفة خطط هيئة الصحة بدبي خطوات المتقدمة في هذا المجال ساهمت بشكل فاعل في تقديم خدمات سهلة وميسرة للمرضى والمستثمرين والمتعاملين بشكل عام بيتعرف عن هذه الخدمات معنا في الستوديو الأستاذ وليد الظهوري رئيس قسم تطوير التطبيقات الذكية بهاية الصحبة بي صباحك ورد وخي وليد صباح النور والسرور دكتورة نورتنا في الستوديو خليش منور بهل الاستوديو أستاذ محمود دكتورة والمخرج عندنا صبي قهوة بعد حق حق إن شاء الله عقوة تسأل السؤال وأصدق أبغي فرابتشينو باش مهندس اليوم نحن نتحدث عن خدمات ذكية تقدم في جميع دوائر حكومة دبي اللهم لك الحمد في الطريق نحو حكومة بلا أوراق أيضا إزاهم الله خير الدائرة المالية في إمارة دبي أطلقت أسبوع بلا مراكز خدمة وهذه المبادرة الجميلة التي يعني تحفز الجمهور على استخدام مثل هذه الخدمات اللي يعني الواحد ممكن يسفيد منها ويخلص وايد أمور يخصر وقته يعني من غير ما يوصل لمركز الخدمة نفسه في عملية الدفع وكذا المعاملة تخلص هيئة الصحة تشارك في هذا الأسبوع بلا مراكز خدمة خلنا نتكلم عن هذا الأسبوع والخدمات اللي موجودة عندنا أصلا وما تحتاج العميل حتى يوصل لنا نحن نتكلم لأننا نحن عندنا عمر ما بين مرضى ما بين عاملين في القطاع الصحي في القطاع الخاص الشركاء غيرها وأيضا حتى في عندنا بعض المعاملات الداخلية بالنسبة لنا نحن كموظفين في الهيئة كذلك صحيح أولاً أولاً أتكلم أستاذ محمود عندنا نحن خدماتنا بلا مراكز خدمة ولله الحمد خدماتنا تقدم بلا مراكز خدمة حمد عندنا مجموعة من الخدمات والأولاً للأطباء ممكن من الأطباء برا على البلاد يقدمون على رخصة في دبي نفسه ممتاز ومؤتمتة بشكل كامل يعني خلال العملية كاملة لين ما يحصل الرخصة هو يقدر 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 يقدم بشكل كامل وعندنا خدمة ثانية اللي هي حجز قاعة للادوة طبية ولا شيء عندنا نحن بعد في هيئة صحة والعملية كاملة بعد من خلال المخدمات الذكية عندنا نحن على الموقع الإلكتروني ممتاز القاعة موجودة في إدارة العامة ولا في المكتبة الطبية ممتاز هذه لأنها تعطى فيها دورات مكثفة فأيضاً يطلبونها من الخارج القاعات جميلة محمود جداً يعني الشرحة وتشأوا والإضاءة فيها جميلة والقاعدة حتى فيها مريحة للورش هذه طيب والخدمات الأخرى عندنا نحن بالإضافة للخدمات هذه مغير ذكر أسبوع بلا مراكز خدمة عندنا نحن الشكاوية الطبية نعم الشكاوية الطبية مؤتمتها بشكل كامل ما لديها عتي المركز اليوم متقدم على الخدمة إلا لديها المركز بيشرحوا لك كيف تقدر تقدم على الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني فالعملية مؤتمتها بشكل كامل تقدرين ترفعين التقرير ما لديها عدد دخلين إذا حبيت تشتكين على الدكتور ومنشأة طبية وللاثنين سواء كانت حكومية ولا خاصة في دبي جميل يعني إذا عندكم تشكوة على ند الحمر وعلى الدكتورة ندى بس تكتب نون عطوا تطلع ندى الملة نون نون ندى ندى الحمر ما حي تعلم والمركز ند الحمر عطوا فيه خيارات إذا تبغي تشتكي على الدكتورة ندى الملة عموم الجهود اللي تقوم بها الهيئة فيما يتعلق بالتحول الذكي وأبرز الخدمات والتطبيقات الذكية اللي تقدمونها للمتعاملية خلنا نتكلم عن هذه النقطة موضوع التحول الذكي نحن قطعنا أشواط كبيرة فيه يمكن وصلنا إلى نسب كبيرة أنا ما بغي أقول مية بالمية ولكن يعني فيه نسب كبيرة الهيئة خذت أشواط كبيرة فيها وبعدين ما نتكلم عن أهمية الوعي باستخدام هذه التطبيقات الذكية لدى الجمهور أولا من الله الحمد في أول يوم من جايتكس الشيخ حمدان بن محمد أطلق تطبيق هيئة الصحة في دبي الرئيسي لكن بسألك عنه جدا بس زين يوم منك تطرح تتفضل تطبيق رئيسي وهو اللي هو بيكون إن شاء الله بخلال البوابة هذي يقدر يتطلع لخدمات الهيئة جميعا حاليا فيه خدمات المرضى من المواعيد القادمة والسابقة وإلقاء المواعيد والأدوية اللي تاخذها ونتائج تحليل المختبر وبعد خدمات التبرع بالدم وللتشجيل كما تبرع لدى الهيئة وبعد من خلال الخدمة التبرع بدنا تقدر تعبي اليوم استمارة استمارة ذكية للتبرع وبتنسي الأسئلة بس أول ما تخلص الأسئلة هذه لنطبق عليه كل الشروط التبرع سيعي ندبنك الدم عندنا نحن وتسوي سكان على الكود والبيانات كلها بتسرجع من التطبيق الخدمة الثالثة هي تحقق من حالة الطلب لسالم وخدمة الرابعة هي أخبار الهيئة وتعرف على مواقع منشآت الهيئة وبعد التواصل بالهيئة مع الأسئلة نحن التطبيق هذا يحل فيه تحديات أولا كما تواجهنا يقولون الناس يشتكون يقولون نتائج المختبر ما تنعكس عندنا نحن طورنا التطبيق بناحية تقنية أن التفعيل يكون من خلال التطبيق نفسه مرد أعي قبل طانيين مركز ولا على الموقع الإلكتروني حين من خلال التطبيق الذكي نفسه يقدر يفعل ملف الطبيعي يختصر عليه الوقت أكثر يعني بعد أن يكون المركز على طول ينزل التطبيق ويفعله ويقدر يشوف نتائج التحاليل وغيره أيها والحمد لله نحن نوعد الجمهور خلال فترة قصيرة بيشوفوا النقلة نوعية للتطبيق النفس بخصاص يديده بيش يتوفر عليهم الوقت والجهد بشكل كبير ممتاز أخي وليد شو أهمية أن الناس تفهم أنه في تطبيقات ذكية موجودة في الهيئة وأنه فعلا تأثيرها على توفير وقتهم هما يعني أنهم ملازم يحضروا المراكز الخدمة ويتخدموا يقدمونها عن طريق تطبيقات شو أهمية أن يكون فيه وعي بهالمسألة؟ طبعا هالخدمات هذه توفر الوقت والجهد أحين الشخص هذا عساسي يقدم للخدمة لازم يطلع من الدوام يحضر بشكل شخصي وهذه نعتبر نحن بصمة جسمة كربونية بتأثير على البيئة توفي على الجهد نفس الوقت والكوست على المتعامل نفسه الانتظار لوقت تقديم الخدمة بعد هذا وقت ضيئ على المتعامل نفسه وليه يحصل موقف هذا بعد يدور على الموقف هذا روح ضياء لوقته أي ونعم وخلالها بعد هذا اليوم نتقول نحن بعد توفير الوقت والجهد على الهيئة نفسه صح يعني الهيئة محتاجة وقت يعني جهد أقل عساس أنه خلاص بكل المعاملة صارت إلكترونية بدل ما تكون الشخص يحضر بشكل شخصي وهذا الهدف وخدماتنا الحمد لله يعني تكون متوفرة خلال 24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع يعني لو تحضرين الانتيبة وقالت الدوام الرسمي لكن حين تقدرين تقدمين من الخدمة يعني حتى لو كنت في الويكند ذكرت شيء تقدمين على الخدمة وبروحها بتمشي يعني في الإجراءات بالضبط صحيح جميل أنا أبغي أذكر بالتطبيق التطبيق اسمه دي اتش اي هيئة الصحة في دبي هيئة الصحة في دبي هذا اسم التطبيق بتحصرون على الأندرويد وعلى الأبل ستور موجود ومتوافق حتى كذلك مع الأجهزة الذكية كلها وايد مهم يا جماعة الخير أن نحن نفهم بدخلنا خلاص بدخلنا مراحل في الخدمات الذكية يعني وايد أمور نقدر نخلصها في حياتنا أنا مأتكلم بس حين عن هيئة الصحة أتكلم بشكل عام وايد أمور في حياتنا نقدر نخلصها عن طريق التلفون فضروري لأن توجه الحكومة نعم وتوجه الدواير الحكومية وأيضا المؤسسات الخاصة نحو تفعيل هذه الخدمات اليوم نحن نتكلم عن حكومة ذكية إن شاء الله يعني ما باقلنا شيء على الهدف كم سنة باقي على حكومة بلا أوراق مئة في المئة ألفين وعشرين ألفين وواحد وعشرين يعني خلاص سنتين تقريبا سنتين بثمانطعش تقريبا خلصت هذه السنة يعني زاهم الله خير سوونا مراكز بلا خدمة لمدة أسبوع إن شاء الله سنة لهاية شهر وهذه المبادرة يعني مو بالهدف منها يعني مثلا تعطيل المعاملات ولا شيء الشخص ممكن يتصير للمركز وبيساعدون الجماعة بس الهدف من المبادرة هذا زيادة الوعي بالنسبة للخدمات الإلكترونية لأن حتى الخدمات الإلكترونية تكون موفرة على القنوات الإلكترونية بس الإقبال عليها قليل فهذا بالنسبة لنا نحن التوعية للجمهور إن في عدنا نحن خدمات الإلكترونية وتقدم الخدمات الإلكترونية ما لدائها تحضرون ممتاز هني أبو برع يقول بخصوص الخدمات الذكية يقول يقوم بسداد جميع فواتير الخدمات عن طريق الهاتف بأنواعه بما أني منذوي الهمم أقوم بإنهاء جميع الأمور بوسطة هاتفي الثابت ما شاء الله عليك أبو برع أحيان البيوت كده تمشي بالتطبيقات يعني تطلب كل شيء ما فدع ترفع السماء تترفون على أي حد وفعلا يوفر لك الوقت وحتى لاحظ أنه يعني يخلي الخدمة توصل صحيحة يعني ما في مجال أن يكون في خطأ أن موظف فهم غلط أو أنت شرحت غلط تطلب الخدمة اللي أنت تبعها بالضبط فأحيان هذا زم تطبيقات ذكية وكبار السن ما شاء الله اللي ما يعرفون نباع عيالهم حتى يساعدونهم في هالأشياء يعني ما في داعي حتى لميونه كبار المواطنين لميونه المراكز حليلهم عشان يترى تحليل دم بس نتيجة نباع عيالهم حتى يساعدونهم في هالشياء نزولهم التطبيق يفتحونهم مياه يشوفوا هذا التحاليلك الأخيرة هذا كتبك يا دكتور أخمرة عشان بعد كل دخل العيادة يأخذ أمراض يديدة يضيع وقته وحد يشله وحد يبفه نباع حتى هذا اللي راحتهم عشان ما يضايقوا مياه الحمد لله أكثر خدمة يعني تطلب عندنا نحن تأكيد عليها نتاشة تحليل المختبر والهيئة تعرضها يعني المستوى الطبيعي للشخص يعني في مروا علي في جاي تكس قالوا الصراحة الفترة الأخيرة في نقلة نوعية لخدمات الهيئة يعني والله الحمد يعني على توجيه معالي حميد الكطامي والدعم يعني من الإدارة العليا نقدر ننقل الهيئة نقلة نوعية وهل النقلة حيني منها تطبيق سلامة في 2017 طبعا الملف الطبي الإلكتروني تكلفنا شرحنا في جاي تكس كيف العملية تكون للمريض كيف تدخل الطبيب أسهل وأسرع وأشياء كثيرة يعني يقدمها سلامة وبعد في أشياء كثيرة يعني يعني في ملاحظات حتى نظام الترخيص الطبية وصلتنا عليه ملاحظات كثيرة ونحن بالأحين إن شاء الله جريب تكون به نقلة نوعية لنظام الترخيص الطبي جميل هذه وايد نقطة مهمة أن عملية الملاحظات من الجمهور ونتم تأخذون فيها في عيني والاعتبار في عملية التطوير هناك سؤال يقول هل التطبيق التطبيق تطبيق دي اتشي يغنيك عن تطبيقات ماي تشارت والصحتي يقول لأسف هالسنة ما قدر تسير جاي تكس هل يغني عن ماي تشارت تطبيق دي اتشي في خدمات كلها بتكون في دي اتشي مستقبلا حاليا إذا أنت تبغي نتائج المختبر يعني يعتمد على نوع الخدمات يعني مثلا لو بحث عن منشأ في الإقطاع الخاص في دبي مموجودة بعدها في دي اتشي بتكون موجودة خلال شهر ولا شهرين إن شاء الله ممتاز هل التطبيق هذا الآن يغني عن كل شي طبعا لا حينه بس هو يوفر لك خدمات الأساسية اللي أنت تحتاجها مثلا مواعيدك القادمة والسابقة ممتاز اللدوية اللي أنت تاخذها نتائج تحليل المختبر هذه الأساسية اللي هي موجودة حين عندنا نحن في ماي تشارت يعني من خلال التطبيق هذا يقدر يستغني عن ماي تشارت إن شاء الله يكون فيه الكثير من الخدمات اللي رح تنضم له من خلال هذه المنصة نحن شاكري لك أستاذ وليد الظهوري رئيس قسم تطوير التطبيقات الذكية في عيد الصحة في دبي ونتمنى لكم التوفيق في هذا الأسبوع وأنا شاكر لكم مصدافتي اليوم وإن شاء الله نكون يعني مثل مايقول نقدر نخدم المتعاملين بأكبر صورة ممكن أن نحن نفتر عليها إن شاء الله هني يقول مارم تأسير جايتك يا صباح الأماني والفجر الجميل شكرا لك يا أبو ذيب أحمد يقول ماشي هدايا في جايتك على طار الهدايا بخلي أحمد سلام بعد اليوم يتصل فيكم في عنا ثلاث فايزين ماستلموا للجائزة واحد منهم اتصل بي قال لنا إن شاء الله بيحاول يوم الخميس في ثنين لأننا حين نحاول معاهم يمرون إن شاء الله في مبنى الإدارة العامة في هذه الصحة في دبي وين مبنى الإدارة العامة نزلوا التطبيق مالنا هزي بتحصلونا في الخريطة في الجي بي اس إذا محمود دماية ويستلمونة تعادي أنا بوصلهم الهدايا لا لا يبوننا نستود ويحن نصرف فيها ممكن نطلع فاصل ممكن هزي ما نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله مستمعينا بيكون عندنا موضوع نتحدث فيه مع أخذنا العزيزة مروة هاشم أخصائي مالي بهية الصحة في دبي ما نتكلم عن دليل دبي للاستثمار الصحي 2018 فابقوا معنا ولا تذهبوا بعين صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعينا كرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة طبعاً أرقام التواصل معنا 6-0-0 5-5-1-4-1-4 ورسائل النصية على 4-0-6 وموجودين لابع نور دبي على الإنستجرام طيب كنا قبل الفاصل قلناكم أن نتكلم عن دليل دبي للاستثمار الصحي معنا أخذنا مروة هاشم مالك في خصائي مهدي بهية الصحة في دبي أوشي صبح جرلا بالخير مروة أطلقت هيئة الصحة في دبي مؤخراً دليل الاستثمار الصحي 2018 هذا الدليل يوثق فرص الاستثمار في القطاع الصحي ويحدد أيضاً التخصصات التي تتيح المجال للمزيد من الاستثمارات والمواقع الأكثر طلباً للخدمات الطبية خلينا ناخذ فكرة عامة عن هذا الدليل وأهميته بالنسبة للمستثمرين والراغبين في الاستثمار بالقطاع الصحي شو اللي يعطي هذا الدليل أهميته؟ في البداية صباح الخير أطلق صاحب السمو والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم حافظه الله ومعالي حميد الكطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي دليل الاستثمار الصحي في إمارة دبي بتاريخ 8 أكتوبر في أسبوع الاستثمار دليل الاستثمار طبعاً وفي البداية قبل أن نبدأ ونتكلم عن دليل الاستثمار حابين نشكر سعادة بهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على إتاحة هذه الفرصة الحدث كان ويد مهم ووجودنا فيه أعطى فاليو أكبر للدليل نفسه طبعاً دليل الاستثمار يوفر معلومات شاملة للمستثمرين في قطاع الصحة يوضح رحلة المستثمر والإجراءات اللي مر فيها لبدء مشروعه الاستثماري عندنا يوفر الدليل أيضاً الفرص المتوفرة للمستثمرين بناء على حالة العرض والطلب جميل يعني شو الخدمات الصحية مثلاً تخصصات الطبية اللي المطلوب توفرها في أي منطقة معينة جميل عدد الأسرة العيدات الخارجية وغيرها طبعاً الإحصائيات هذه كلها جاءت بناء على دراسات قامت فيها الهيئة لضمان دقة المعلومات اللي نوفرها المستثمرين جميل يعني هذا الدليل إذا أنا مستثمر أبقى أستثمر في القطاع الصحي بيعطيني كل الخطوات مفوضة أسويها بتبعين بنايات ببيع بنايات الشارع الشيخ زايد إن شاء الله بابدأ أستثمر في القطاع الصحي وجود مثل هذا الدليل أختي مرور معنى أنه هناك استثمار فيه نمو في الاستثمار في القطاع الصحي قبل الناس كانت استثمر في العمارات شراتنا يعني معمارات وعقارات أحين القطاع الصحي صار مكان خاص بالاستثمار فكلميني عن هذا النمو هل فعلاً فيه زيادة مضطردة في النمو في الاستثمار في القطاع الصحي بالتأكيد أكيد فيه لما أطلقنا لما أطلقنا الدليل كان فيه عدد من المستثمرين في أسبوع دبيل الاستثمار نعم كانوا محاضرين وكانوا مهتمين جداً بالمعلومات اللي قدمها الدليل لأنهم حابين يدخلون للماركت بس محتاجين معلومات زيادة عن المناطق اللي يعني المفروض يتوجهون لها شو التخصصات اللي المفروض يعني يركزون عليه ويستثمرون فيها لضمان يعني هم في النهاية يكونوا يربحون ونحنا كماركت ما نبقى نشبع صح يكون في توزيع أفضل أتوقع حتى للخدمات الصحية المختلفة ما يكون في تركيز في مكان معين نفسه اللي يستوي أحياناً وتلاقي مناطق ما فيها ما فيها خدمات صحية فالنبال المستثمرين يتوزعون ودبي ما شاء الله تقعد تمتد يعني فحتى المناطق مكان العمران فيها قليل نبوهم يستثمرون فيها عشان يمتد العمران هناك أكثر طبعاً خدمات الصحية رقم واحد تكون موجودة في كل مكان وطبعاً أننا نحن بعد في إدارة الاستثمار نعم لدينا مشاريع ثانية بتساعد الدليل هذا علشان يوصل للمرحلة اللي نحن نباها طيب أنا شوف أهمية وجود هذا الدليل أنه يعطي رؤية واضحة للمستثمر من خلال الأرقام يعني رؤية واضحة بالأرقام والحصائيات يخلي الشخص يشوف الوضع ويدرسه بشكل سليم طيب أنا أبغي أحيانا شوي أتكلم عن المبادئ الأساسية اللي تتركز عليها الخدمات الصحية في دبي شو هي؟ هي الخدمات الرئيسية في القطاع الصحي في إمارة دبي ومستوحى من قيم هيئة الصحة في إمارة دبي صحيح الجودة الكفاءة التركيز على المريض والموظف صحيح الجودة الكفاءة التركيز على المريض والموظف والموظفين نعم خلي الموظفين أول شيء أهم شيء الموظفين لأن إذا الموظف مرتاح مستعرس صح صح أكيد بيكون بيحقق الجودة وبيحقق الكفاءة وبيحقق سعادة المتعاملين بعد بيحقق بالضبط صح طيب شو العوامل المحفزة للاستثمار في القطاع الصحي في إمارة دبي نحن شو اللي يميزنا عنه يعني القطاع هذا عشان كن صريحين أوهضحين هنا لك تنافس كبير عالميا على استقطاب السياحة الصحية أو السياحة العلاجية صارت عندنا نحن يعني المفهوم الأشمل لها السياحة الصحية دبي اللهم لك الحمد استطاعت في بعض التخصصات أن نتحقق قفزات كبيرة في هذا المجال أنا أريد أن أتكلم عن العوامل المحفزة للاستثمار في القطاع الصحي في إمارة دينا نحن نعرفها ما زين ونشوفها ونلمسها ولكن بالنسبة للمستثمن الأجنبي يجب أن يعرف خاصة أن هناك يعني بعضهم بعضهم عندهم فكر خاطئ عن المنطقة بشكل عام وعن يعني الاستثمار في هذه المنطقة دبي مختلفة جدا عن غيرها من المدن دولة الإمارات عموما إذن دولة الإمارات عموما هي نموذج اقتصادي مشرف قادر على استقطاب كبرى الشركات العالمية للمنطقة فخلينا نشوف شو هي العوامل المحفزة عندنا اليوم يوم نتكلم عن إمارة دبي فنحن نتكلم عن ثلاث أشياء دبي كمدينة دبي البواب ودبي مركز الأعمال نعم اليوم نلاحظ النمو السكاني ما شاء الله ولله الحمد فيه ازدياد مستمر في الإمارة ودبي عبارة عن وجهة جاذبة للسياح والزائرين من جميع أنحاء العالم صحيح الاقتصاد أيضا في الإمارة منفتح على العالم بشكل كبير الحمد لله والبنية التحتية في الإمارة أيضا تتميز بمقاييس وجودة عالمية صحيح فبالتالي توفر دبي مناخ إيجابي جاذب للاستثمار وطبعا لا ننسى أهم شيء توفر الحين في الإمارة اللي هو التأمين الطبي صح واللي أصبح ألزامي وهذا الشيء يجذب عدد كبير من المستثمرين صحيح وجود هالعوامل كلها عندنا في دبي تشجع الاستثمار الصحي كيف نقدر مثلا ما يقول أن هذا الدليل يقدم مثل توجيه يعني شو الكلمة محمود يعني نحن نتحكم بالاستثمار في المجال الصحي يعني ما يستوي موضوع مفتوح وكل حد بي بي استثمر فيكون العملية شوي موجهة أكثر حسب احتياجات السوق والنواقص اللي موجودة كذلك عندنا يعني بالضبط صحيح اليوم أنا عندي هذا الدليل يعطيهم الفرص يعطيهم حالة الأرض يعطي حالة الطلب احنا شغالين على برامج أخرى مثل شهادات الحاجة شهادة الحاجة سورتيفكتوف نيد ان شاء الله السنة اللي هي بتكون تكمل هذا الدليل اللي هي شو وظيفة على الشهادة يعني نحدد فيها نحنا شو التخصصات الطبية اللي محتاجة محتاجة مثلا مستثمرين يستثمرون فيها ونسهل إجراءاتهم نسهل مثلا نعطيهم حوافز نعطيهم غاز المتيازات اللي ممكن حصلونا في هذا المجال ففي برامج أخرى الآن هذه الخطوة الأولى اللي نحن بدأنا فيها وان شاء الله في خطوات أخرى ان شاء الله بتكمل يعني الصورة ان شاء الله هذا كله يعني يبين يعني جودة الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص وهذه البرامج اللي يضمنها الدليل والهادفة إلى تحفيز الاستثمار أكيد تعكس بشكل كبير الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص خاصة نحن نتحدث عن هدف كان موجود انه تتحول أو يتحول القطاع الصحي في إمارة دبي إلى ثلاثين سبعين صح ثلاثين سبعين يعني ثلاثين بالمائة من مزودي الخدمات هي الخدمات الحكومية وسبعين بالمائة هما للقطاع الخاص يعني يسأل أحمد يقول من الطبي الزعم شلون أحمد عندنا يعني اللهم لك الحمد يعني تم اصدار قرار سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بخصوص الزامية التأمين على الشركات فالحمد لله اليوم يعني واصلين نسبة كبيرة أعتقد ما ما في حد ما عنده عمال وما عنده يعني حد يشتغل معاه وموظفين ما عندهم تأمين صح يعني ربي لك الحمد أن التأمين موجود والقطاع الصح إن شاء الله فيه تطور ونحن بعد مع ذلك نحاول أن نزيد تطويره أكثر شو تبغين تقولين بعد قبل الأختمعات خاف نسيت محور ولا شي أختي مروه أحب أشكركم على استضافتكم لنا إن شاء الله نقدمنا معلومات كافية عن الدليل كيف نقدر نحصل الدليل إذا بغينا إن شاء الله خلال الأيام القادمة بيتم أطلاقها على في موقع هيئة الصحة في دبي وطريق السوشال ميديا بنعلم عن هذا الشيء ممتاز جميل إذن اللي يبغي ينزل التقرير لخط مروه تقول إن شاء الله نقول لهم أسبوع تقريباً ممكن تقولين أسبوع أسبوع ينزل إن شاء الله ما ينزل يعني في مشكلة بيقول لهم أتي قلت أسبوع والدليل جاهز إن شاء الله إن شاء الله نتأمل خيراً إن شاء الله إن شاء الله وبيتم تطوير يعني بيتم أصدار نسخ محدثة ومطور دائماً ومش بس النسخة الأولى وخلاص دائماً بنتم نحدث جميل وهو يصدر كل سنة إن شاء الله كل سنة بيصدر وبيكون في مثلاً تقديم طلبات عن طريق هذا الدليل ولكن بيكون دليل هذا بيكون الدليل وفي مشاريع أخرى مكملة لهذا الدليل مثل سورتيفيكة تفنيد أنه في برامج أخرى لحوكمة الاستثمارات جميل يعني وجود حوافز وامتيازات هذه كلها نحن شغالين عليها حالياً مبتاز يعطيكم ألف عافية وأيضاً في مشروع الشراكة مع القطاع الخاص اللي منتذكرته فحبين يعني أنه مركز تميز للقلب واللي أعلنت عن هيئة الصحة في دبي صحيح فإن شاء الله شغالين على هذا المشروع له الشراكة مع القطاع الخاص وسيتم الإعلان عن مرحلة الثانية قريباً بإذن الله ممتاز نحن أعلننا عنه هذا مشروع كبير وإن شاء الله يا رب يعني يعمل الفائدة على الكثير والكثيرين بيستفيدون مننا هناك الكثير من المشاريع أنا عارف إدارتكم ما شاء الله يعني مخبيع الكثير من المفاجآت للقطاع الصحي في إمارة دبي نحن نتمنى لكم التوفيق ونقولكم يعني استمروا على هذا النهج لأن يعني الفائدة الكبيرة اللي رح تنعكس على الاستثمار في القطاع الصحي في إمارة دبي هذا من جهة من جهة ثانية الفائدة على الإمارة ككل أنا زين وبالنهاية تنعكس على الدولة صح يعطيكم الأفعاف أنتم تقومون بعمل وايد مهم وايد عمل كبير استمروا فيه هذا الدليل بس مجرد البداية يعني وضع مسألة الاستثمار في القطاع الصحي أولوية عندنا والتي تطلع منها مشاريع كبيرة مشاريع حتى ما بين القطاع الحكومي والخاص ذكرت واحد منهم مروى هناك كثير من المشاريع القادمة وكثير من المفاجآت في هذا المجال نحن شاكري لت اختي مروى هاشم مالك خصائي مالي بهية الصحة في دبي تمنى لكم التوفيق إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا لت يا مروى طيب أه يعني أنا قبل ما أختم عن زين بعطيك نصيحة دقيقتين عن زين تكلمي فيهم لأن من زمان نحن دكتورة نحن ما طرحنا الرسالة معينة نريد أن نوجهها للجمهور في خلاصة هذا الشسم في خلاصة هذا البرنامج فخبرنا بشكل سريع اليوم إذا ما ما نتكلم عن السكتات الدماغية نحن طرحنا هذا الموضوع في البداية وكاننا نتكلم عنها من جانب التغذية العلاجية ولكن مسألة السكتة الدماغية مسألة خطيرة جدا واحد لازم ينتبه له ويا ما فقدنا عزاء على قلوبنا لأنه ما نحسن التصرف في الدقائق الذهبية للناس التي يوموا السكتات القلبية فسكتات الدماغية، سكتات القلبية، الجلطات وغيرها أتوقع معظم الناس يعرفون شو هي الأعراض التي تكون عند المريض إنه مريض يتكلم فجأة يسكت وتلاحظون أنه فيه انحراف في زاوية الفم لجهة من الجهاد وما يرد عليكم يا جماعة أنا أدري فيه أكثر عن مرض يكون لنفس العرض لكن ما تقدر تحكم إذا ما عندك خلفية طبية من تلاحظون هالعراض على الشخص أو تلاحظون كان يتكلم وفجأة سكت وما يرد حتى من غير وجود انحراف بس في زاوية الفم على طول تصلوا بالإسعاف تصلكم الإسعاف ويحددون هل هناك فيه جلطة دماغية جلطة قلبية أو غيرها أو ما فيه وأنا أشجع الجميع الجميع أنهم يأخذون مبادئ الإسعافات الأولية يا جماعة ترى دراسات وايدة أثبتت أن الناس اللي تصابون بالجلطات والسكتات يكونون ضمن أحبابهم في البيت معظم ما يكون في البيت قليل ناس الحمد للحمد لله يصيبهم مثلا هم في الشارع أو في السوق أو في العمل معظم الوقت يكون في المنزل فأنتوا أول ناس أو يسمونه first responder أو المسجيب الأول أنتوا اللي حوالين المريض فاخذوا مبادئ الإسعافات الأولية على الأقل شخصين من اللي يكونوا موجودين في البيت ياخذوا مبادئ الإسعافات الأولية اللي ننصح فيها لغير الأطباء غير الطاقم الطبي يكون عندكم لأنه أنتوا تقدرون تنقذون حياة الناس اللي عندكم في البيت حتى ترى بالنسبة لديهم أطفال خذوا مبادئ الإسعافات الأولية أو الإنعاش القلبي الرأوي يفيدكم ترى جدا 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 وأنا أهلي نفسهم نصحتهم لما ياخذونها لأن الكورس بسيط يوم واحد أربع ساعات تاخذ شهادة مدتها سنة كامل سنتين كاملات وتنقذ فيها حياة الناس فشو أعظم من هالشي أربع ساعات أربع ساعات تعطي برموك فقط أسعار رمزية محمود جدا أسعار رمزية كم يعني؟ والله ما عفل برعيات 300 أو 400 ممتأكدة نحن نسمع الطاقم الطبي وغير الطبي كلنا من ضمن يعني ملزومين من ضمن هيئة الصحة الطاقم غير الطبي بعد لازم يأخذونا يعني مثل المنظفين المرسلين كلهم يأخذونا خارج الهيئة صيروا كورسات ما تكلف وايد محمود بس استثمار في الحياة حتى لو كلفك ألف درهم لا 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 أنا المفروض أن تصير ببلاش صراحة نزيل يلا نقدم اقترح لازم لأن في مشروع أعتقد شغالين عليه وأنا ما أتذكر تفاصيله في مشروع شغالين عليه أن إن شاء الله يعني بيدربون مجموعة كبيرة ما ننقاذ القلب بالألاف إن شاء الله بس خلينا نتذكر المشروع وأخبركم عن تفاصيله إن شاء الله ما وصلنا لختام حلقتنا اليوم شكري لك دكتورة نادة الملة شكرا لكم نشوفت بعد شهر ولا متى وما بعد مديرة كبيرة الكبر لله شكرا يا سلام على التواضع يا سلام على التواضع يعني ماهن المناصب أنا شكريتك أنا دكتورة شكرا لك أحمد سلامة كان معنا في التنسيق زيغتك دخلت عليه فجأة فسكين وحسني البلاونة كان معنا في اللعدات شكرا لك أي مسار حيل ننبسط لما تكون معنا في الستوديو هذه تحياتي محدثكم حمود يسف العلو حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد نقول لكم حتى ذلك الموعد دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر